السلام عليكم هنتكلم الآن عن اجيامlegحنت أشترك لاتكليبية عن المعاطلة الجنرى وعايز اجيب الفوليوم بتحاجة ان احنا نتكلم فيها شوية عشان نعرف ازاي نحسن طيب تعالوا نرجع مع بعض الكيوبيكيوشنز وستات اللي احنا نتكلم عنها قبل كده قوي ممكن نتكلم على بعض حاجات الجديدة المعادلة الجناريك اللي بيتاشفن كل الكيوبيكيوشنز وستات المعروفة اللي هي دي ان البرشور بيساوي ترم RT على V-B زي بتاع فاندرفرز ما تغيرش ناقص ترم تاني باندرفرز كان A على V-Squared بس ده الشكل اللي عم بتاع A فانكشن في التمبرتشر على فانكشن في الفوليوم وبعدين AD فانكشن في التمبرتشر ويحنا شوفنا زي نجيب البرامتر بتاعتها فولنا ان فيه راكم اسمه بساي ده اللي اختلف حسب نوع الإقوائيشن وستات وفي ألفة دي فانكشن في الر وبعدين R-Squared T-Squared على P-C والبي دي اللي فوليوم بتاع الموليكيوش بتساوي وميغا في R-T-C على P-C طيب وبعدين عندنا أربعة مشهورين أول واحدة فاندربالز اللي هي تعملت أول واحدة فيهم كان سنة 1873 القيم بتاعت الألفة والسيجما والإبسلون أوميغا والساي وكريتيكال محصولة قدامكم بكل لو حطيت السيجما بزيرو والإبسلون بزيرو هيبقى هنا تحت في V-Squared ألفة طبعاً كتب واحد ملكيش يرسل فيه كانت نسو على وقته والأرقام اللي اطلعت هنا كانت واحدة على مانية بسبعة عشرين عبارة وستين ودي احنا جبناهم في محاضرة وكان كان الكريتيكال Z هو دايماً لأي فلويد ثلاثة عثمانية ما لا شراكة ببنوع الفلويد اللي بدأ بعد كده التغيرات الكبيرة في الـ Equation of Seed كانت بابرة 12 إلى سنة 49 عملها Redlish Quang واحد اسمه Redlish واحد اسمه Quang فبالتالي اسمه RK ودي القيم المختلفة لبرامتر دول بتطلع الكريتيكال لتالت في سنة 72 بعض اسمه Swave عمل موديفكيشن للـ Redlish Quang هو الموديفكيشن اللي عملها ان هو غير في الفونكشن بتاع الألف دي خلها فونكشن كبيرة في الـ Reduced Temperature والإيسنتريك فاكتور اللي احنا لسه مكان معه المرأة الفاكتور فعشان كده باسمها Swave Modification of the Redlish Quang Equation of Seed SRK دي طنشة زي ملوك 72 وبرضو كانت بتالت الكريتيكال كومباليتي فاكتور جيه سنة سبتة ربعين الـ Pink Robinson عمل فونكشن مختلفة لـ Alpha وبرضو غير شوية في الـ Parameters دول السيجما أو الإفسلون وعمل الكريتيكال .3074 طيب هم دول الكوبيكوسية اللي احنا باستخدام الـ SRK وطيب ربسون هم أكتر دي مشهورين لأن هم أقدر طبعا حصل لهم مختلفة بعد كده لكن هم ربيب من بعض في نتاكهم وبيطلعوا الـ experimental data كويس طيب إزاي أجيب الكوبيك أو الروت بتاع الكوبيك أو الروت بتاع الكوبيك طريقة اسمها Cardan's Method وطريقة Etheration Quadratic وعايز يجيب الروت بتاع ته فيه قانون كده حفظه وبعوض به فكاردان عمل برضو القانون بس ملاعبك أكتر شوية للكوبيك فهي مش فيهاش أي Reiteration هي بتعوض بتجيبها على طبع بس لها process كده معين الprocess دي بتقول أول حاجة لازم تحول الـ equation بتاعتك في الشكل معين هي الـ equation set بتاعتك تغيرها وبتخليها في volume بالشكل وتخلي الـ coefficient جمي الـ volume بواحد جمي الـ volume كيوب بواحد وعندك هنا فيه B coefficient C coefficient D coefficient وبعد كده بتحسب برامتر اسمه B يسوي 2B وتحسب برامتر تاني اسمه Q وبعدين بتشوف لو عندك الـ P squared minus Q cubed أكبر من 0 بتعمل test كده بتشوف P squared minus Q cubed أكبر من 0 يبقى انت عندك واحد root بس واحد real root واتنين imagine النجده هو الـ imagine ماهي مناش فيها سبقى الـ real root بتجيبه ازاي بتحسب برامتر جديدة اسمه R وبعد ما بتحسب R بتحسب الروت بتاعك ما هو الروت واحد بس X واحد أو V واحد بسمى minus sine P بتشوف sine P ايه؟ لو sine P بواحد يبقى انت تتخط هنا منس واحد لو sine P بواحد يبقى تخط هنا واحد وبعدين تضربه في R squared plus Q ده لو انت عندك الـ واحد root بس لو دي مش حقيقة لو هي أقل من 0 أو بتساوي 0 لو P squared minus Q cubed أقل أو بتساوي 0 يبقى انت عندك ثلاثة roots ثلاثة roots دروس درو عشان تجيبهم بتقول إنه theta بتجيب برامتر جديد اسمه angle theta بتساوي R cosine بتاع P على square root بتاع Q cubed وبعدين من كثرة تجيب X1 X2 X3 ومكنهم بساوي minus 2 square root ثلاثة Q في cosine theta على ثلاثة minus B على ثلاثة والتانية واحدة زيها بس cosine theta plus 2 pi على ثلاثة 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 واحدة زيها بس cosine theta plus 4 pi على ثلاثة cardan's method دي الشكلية كده ملاعبك شوية بس هي بالكمبيوتر انت بتاع حط الفورمولة مرة واحدة بس وايام كان بتطلع لك الكوبية تجيب roots على طوله مندر اي iteration وهي دي الميزة الكبيرة بتاعتها عن الثلاثة التانية اللي فيها iteration انا هيا ما كنتش عارف الطريقة دي الا قريب يعني قبل كده كنت بعمل بالiteration وهي الiteration ده اللي موجود في الكتاب طيب لو انا عايز استخدم الطريقة بتاعت the iteration الطريقة اللي موجودة في الكتاب ممكن ان انا ازبط the equation of state بتاعتي بالشكل اللي يديني اما vapor root اما liquid root خبالك انت عندك the equation of state فيها volume موجود في اكتر من المكان فانت ممكن تجيب الvolume في الطرف الشمال وتجيب الباقي كله في الطرف اليميني فانت لو تدور على vapor root هتجيب الvolume على طرف الشمال v اغربت الشابيه شوية وهتضيفه على الشمال بعمل ايه بقى في الiteration في الiteration بقى ابدأ RT على P زائد B دي بحسبها وبعدين بقول ان ده هي بساوي الvolume واخد الvolume دي اعود بيها هنا وهنا وهنا واحسب فوليوم جديدة فوليوم رقم اثنين وبعدين اخدها وحطها هنا واحسب فوليوم جديدة وانا اعيد كده لحد ما فوليوم بتثبت لما بتثبت يبقى انا حصلت على vapor root لان انا بادي من قريب من vapor volume لو انا بدور على liquid volume او liquid root اعيد سياغة بشكل مختلف اخط VD هي اللي بحطها لها الطرف الشمال وبتطلع المعادلة فحسب انا بادي امير حسب اي واحدة فيه المستخدمه هطلع الروتس مختلف هيما liquid او vapor هنا ببدأ بالإتريشن من V السابق B اللي تصغير الموليوم بتاع الموليكولز وحطها هنا بV وبعدين اجيب V جديدة وأعود عاود والف وأعود غير فهي ترى الان ارول لحد ما اللي فيه تثبت ببعدها liquid root وبردو فيه الكمبيسيبوليتي الكمبيسيبوليتي الفاكتر بالنسبة للليكويد انا هنا استخدمت حاجتين بداد اللي هما الـ Q والبتا دول مش بداد الحقيقة دول بس هما عشان اختصر مكتبش كل الـ variables هتبقى شكلانك كبير قوي فالبتا فدول برضو لو اريد بعمل اتريشن للZ عايز اجيب Z بتاع الـ vapor احط Z بواحد وبعدين تجيلي كويمة للZ اخدها واكمل او عايز الليكويد ببتا وبعدين بلف طيب فالطريقة دي اللي بتقدر تعمل بيه اتريشن عشان توصل لرودز برات الـ كبير شكرا 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 شكرا